نرحب بضيفنا من القاهرة الباحث في مركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية كرم سعيد سيد كرم أهلا بك معنا في سكانيوز عربية الحديث عن العودة إلى مربع التفاوض هذه المرة والهدف طبعا إطلاق صراح المحتجزين لدى حركة حماس هل تعتقد بأن شراسة القصف على القطاع في هذه المرحلة هي تمهيد لهذه المفاوضات كي تحصل أو لا تحصل من خلالها حماس على الشروط التي وضعتها في بداية العملية العسكرية يعني الحقيقة أن العملية العسكرية التي اطلقتها إسرائيل بعد إلغاء الهدنة تبدو معقدة وتكشف عن مزيد من الخلافات داخل الكان الإسرائيلي يعني وزير الدفاع تحدث عن أن العملية العسكرية ربما تستغرق شهرين والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن وجود إجراءات معقدة بينما قائد السلاح البري تحدث عن قرب انتهاء العملية العسكرية ربما في الشمال نحن أمام حالة من الإطراب والخلق أنا أتصار أن كسافة القصف العسكري لا ترتبط فقط بمسألة الضغط على حماس وإجبارها على عدم فرض شروطها فيما تعلق بعملية تبادل الأسرة بقدر ما تعبر عن رغبة إسرائيل في إثبات قواتها ومحاولة تحقيق نصر رمزي واستعادة هيبة الجيش الإسرائيلي بعد عملية طفان الأقصى في 7 أكتوبر أنا أتصار أن سلوك نتنياهو باتجاه الإسرار على عسكرة الأزمة يبدو أنه لم يعد يبالي بمسألة الأسرة والدليل على ذلك إلغاء الهدنة وكسافة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي والخلافات بين أطراف الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بإدارة مشهد الحرب هل فعلا لم يعد يضع أولوية للأسرة؟ أعذرني على المقاطعة ألا ترى بأنه قد تكون استراتيجية لأنه فشل في المرحلة الأولى كما وعد الإسرائيليين بتحرير الأسرة بالقوة العسكرية قد يكون لربما يلجأ إلى هذه الاستراتيجية لدفع حماس للقابول لربما بإرجاع هؤلاء ولكن مقابل شروط أقل ربما هذا أحد السيناريات المطروحة لكن في تقديري أن المسألة والإصرار على عسكرة الأزمة فيها نوع من المزايدة السياسية نتنياهو يعرف تماما أن الحرب يوما ما ستقف وأن ساعة المحاسبة أتيها لا محالة الأمر الثاني أن الإصرار أو التوجه نحو عسكرة الأزمة مرتبط باستدعاء نتنياهو مجددا للمسؤول أمام القضاء على خلفية العديد من التعم الفساد والخيانة وغيرها وبالتالي المضي قدما في عسكرة الأزمة ربما يسعفه في الوصول إلى مخرج لما يعانيه من أزمات مركبة سواء في أمام القضاء أو فيما يتعلق بإدارة العملية العسكرية الأمر الآخر أنا في تقديري أن هذا الأمر مرتبط بحالة الخلاف داخل حكومة إسرائيل ومحاولة البقاء فترة أكبر في صدارة المشهد السياسي أملا في تحقيق انتصار يعود ما تعرضت له إسرائيل في 7 أكتوبر لكن أتفق تماما مع ما ذكرتي بأن هذا الأمر مرتبط بممارسة مزيد من الضغوط على حركة حماس لعدم فرضها شروط محددة فيما يتعلق بمسألة الإفراج عن الأسرة لأن في الحقيقة حماس طرحت فكرة الإفراج عن الأسرة الإسرائيليين مقابل الإفراج عن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحتى فك الحصار عن القطاع الإسرائيلية من كافة الفلسطينيين صحيح فك الحصار والدخول في مفاوضات ليست تتعلق بالإفراج عن الفلسطينيين ولكن تتعلق بحتى ترتبات إدارة القطاع بعد الحرب لأن هناك سيناريو مطروح بضرورة قص جزور حماس وإخلاء القطاع من رموزها وعناصرها تماما ولكن الاستمرار بهذه الحرب وبهذا الشكل وبهذه الشراسعة مع هذا الحجم الكبير من الخسائر لدى الإسرائيليين نتحدث هنا على المستوى الاقتصادي بمليارات الدولارات على المستوى الدبلوماسي الدولي يعني عم نشوف أن إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لثمانين دولة حول العالم أربعمائة قتيل وأكثر حتى البعض يقول أكثر في صفوف الجنود الإسرائيليين في بعض المصادر تتحدث عن تحفظ إسرائيلي حول العدد الحقيقي لسقوط عدد الجنود الإسرائيليين المدى قادر إسرائيل فعليا على المضيق قدما بهذه العملية نتحدث عن شهر وشهرين وثلاثة أشهر هنا الحقيقي أن العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل تبدو مكلفة وتحمل سمن باهز ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي وإنما على الحياة السياسية في إسرائيل هناك ضغوط يواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد استدعاء ما يقرب من 200 ألف من الاحتياط كلفت هؤلاء يوميا تقدر بـ 1.3 مليار دولار بالإضافة إلى سحبين من قطاعات اقتصادية وصناعية في البلاد هي الأخرى تكلف الدولة ما يقرب من 1.6 مليار دولار خسار اقتصادية لأول مرة إسرائيل تسحب من رصيد الاحتياطي النقضي لها تم طرح سندات للبيع لمستثمرين معينين في إسرائيل هناك ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال مزيد من المساعدات المالية لإسرائيل أتصر أن هذا الأمر أربك الحياة الاقتصادية وأثر على الأوضاع الاجتماعية بصورة كبيرة في الداخل الإسرائيل الأمر الآخر أن إسرائيل ليست معتدة على حرب طويلة النفس يعني كل الحروب التي خضتها مع الفلسطينيين كانت تحتمد على الحرب الخطفة أو الحرب القصيرة وبالتالي إطالة أمد الحرب سيزيد من إرهاق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي هي مرهقة بالفعل يعني قبل حرب غزة وقبل 7 أكتوبر كانت العناصر الأمنية الإسرائيلية منخرطة في مواجهة الاحتجاجات التي كانت تعم إسرائيل على خلفية التعديلات القضائية التي يريد الرئيس الوزراء نتنياو تمريرها ومن قبلها كانت تخوض مسألة مواجهة الاحتجاجات في الضفة الغربية والقدس وبالتالي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي مرهقة بطبعاتها وحرب غزة زادتها إرهاقا وبالتالي هذه الحرب لها تدعيات وارتدادات سلبية ليس فقط على الأوضاع الاقتصاد الإسرائيلي وإنما على بنية المؤسسة الأمنية وعلى الأوضاع الاجتماعية في الداخل الإسرائيلي وربما هذا ظهر بشكل كبير وبشكل بارز في التظاهرات والاحتجاجات التي تعم البلاد الأمر الآخر أن هناك تقديرات إسرائيلية بدأت تظهر سواء من سياسيين أو عسكريين بأن المضي قدما في العملية العسكرية لن يحقق الناصر يعني بعض الكتاب الإسرائيليين تحدث عن أن نتنياهو يريد استلهام استراتيجية الشاكوش التي تبنتها روسيا في حرب أشيشان الأولى من خلال دك المدن وإزالة مدن بأكملها لكن هذه الاستراتيجية كما لم تحقق الناصر لروسيا أيضا لن تحقق الناصر لإسرائيل وبدأت أصوات تتعالى عن أن هذه الحرب لن تحقق الناصر لإسرائيل ولابد من إدارة الأزمة بشكل عقلاني وربما كان لا في التصريح رئيس المساد السابق عندما دعا نتنياهو إلى الرحيل وحس الإسرائيليين في انتخابات قادمة على اختيار حكومة يعني تحابي مصالح المجتمع الإسرائيلي ولا تحابي نفسها أود أن أسألك عن مسألة أو تصريح جالانت حيث قال بأن الجيش رسميا بدأ العمل في جنوب قطاع غزة وسنستمر حتى القضاء على حماس أين مصر من هذا الموضوع؟ نحن نعرف بأن الرئيس السيسي قال بأكثر من مناسبة أن خطة التهجير خط أحمر شدد على هذه المسألة في أكثر من كلمة له ما الذي قد تقوم به مصر؟ ومتى من منظور مصر يتم خرق هذا الخط الأحمر؟ أنا في تقديري أن الموقف المصري واضح ويتمتع بخدر كبير من القوة ولدي أوراق ضغطة في هذا الاتجاه مصر أعلنت صراحة بأنها ترفض سيناريو التهجير لأن في الحياة سيناريو التهجير لن يقتصر على تهجير الغزين إلى سناء كما تريد إسرائيل وإنما تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن الأمر الآخر أن هذا الأمر ليس جديد في تقديري طرح إسرائيل لمسألة التهجير ليس جديد وليس هو الأول من نوعه هذا السيناريو مطروح منذ أربعينيات القرن الماضي مصر سعت إلى بناء مشاورات وبناء رؤية موحدة مع عدد من القوى الإقليمية والدولية التي ترفض هذا السيناريو ولعلنا في ضوء الرفض المصري رأينا التصرحات الأمريكية التي تؤكد على رفضها لهذا الأمر حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه العمليات أنه يختصر على استهداف المصرح لكن هل ترى بأن الجانب الإسرائيلي يستمع للضغوط أو يرضخ للضغوط الأمريكية حتى الساعة الولايات المتحدة تحذر وتنصح بعدم استهداف المدنيين وما إلى هناك ولكن لا يبدو بأن هناك أذان صاغية لدى الجانب الإسرائيلي هل تعرف فعلا أن حتى الدبلوماسية التي تتحدث عنها حضرتك والجهود التي تقوم بها مصر قد تكون كافية لأن الوضع على الأرض مختلف شوفي أنا في تقديري أن إسرائيل تردخ لي الولايات المتحدة الأمريكية لكن ما تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية هو نوع من النصح لا يرقى إلى مستوى الإلزام الولايات المتحدة الأمريكية ربما تحطي إسرائيل مساحة من الوقت خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ أهدافها أو تحقيق بعد ما كانت ترجوم من العملية العسكري لكن إذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن الأمر سيصل إلى مرحلة الإنفلات أو الانفجار وأن الإسرار الإسرائيلي على عملية التهجير وتفاقم العملية العسكرية في الجنوب قد يدفع قوة إخليمية ودولية لاتخاذ مواقف منواءة للمصالح الأمريكية ويعزز حالة التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوة العربية والدولية أتصار أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون حزمة في هذا الأمر لكن في هذا التوقيت أتصار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رغبة وتسمح لإسرائيل بهذا الأمر ولعل زيارة بلينك لإسرائيل قبل ثلاثة أيام أو أربع أيام كانت ضوء أخضر في أعادة التواغل العسكري الإسرائيلي لكن أتصار أن الولايات المتحدة الأمريكية حددت خط ووقت لإسرائيل لإتمام بعض أهدفها لكن إدراك الولايات المتحدة الأمريكية أن الأمر إذا ما وصل إلى حفظة الانفجار أتصار أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل بشكل كبير وأتصار أن هناك ضغوط الام في الكونجرس الأمريكي وداخل إدارة بايدن بضرورة إعادة النظر في الدعم المقدم لإسرائيل وتبني رؤية مغيرة باحتوار أن إسرائيل لن تحقق ما ترجوه من وراء أي عملية عسكرية تقوم بها ضد الفلسطيني ولابد من الذهاب إلى حل الدولتين جزيل الشكر لضيفنا من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السيد كرم سعيد